توترٌ على حدود روسيا. اوكرانيا تطلب النجدة من اوروبا. ودول اوروبيةٌ تبدي استعدادها للدعم. حدودٌ بريةٌ طويلة. وبيئةٌ مناسبةٌ لاندلاع حربٍ بين الطرفين قد تكون هي الحرب العالمية الثالثة. روسيا والاتحاد الاوروبي. مقارنةٌ بين القوتين العسكريتين. كما جرى كل عام اصدر موقع المختص بالشؤون العسكرية ترتيبه السنوي لاقوى الجيوش بالعالم. والذي شهد تزعم الولايات المتحدة لقائمة الترتيب العالمي. وهو الامر الذي لم يتغير منذ عدة سنوات. ومن جهة الاتحاد الاوروبي فكانت فرنسا ابرز المتواجدين بالمراتب الاولى في الترتيب. حيث حلت في المرتبة السابعة عالمياً وفي المرتبة الاولى اوروبياً. كما جاءت المانيا في المرتبة الخامسة عشر عالمياً. يأتي ذلك الترتيب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. اما روسيا فلم يختلف الامر عليها كثيراً مثل الولايات المتحدة. حيث حلت في المرتبة الثانية عالمياً لتحافظ بذلك على مكانتها ضمن اقوى الدول في العالم وان لم تكن اقواهم في بعض النقاط. فيما يبقى الاتحاد الاوروبي يتحدث عن قوته المجتمع في حال قامت الدول بالتجمع في جيش واحد لمواجهة اي خطر قد يحوم حول اي من الدول. والان اليك مقارنة مفصلة بين الطرفين. القوة البشرية من حيث تعداد السكان يتفوق الاتحاد الاوروبي على روسيا بفارق كبير. حيث يصل تعداد السكان في الاتحاد لاكثر من اربعمائة وخمسين مليون نسمة. فيما يبلغ تعداد سكان روسيا اكثر من مائة وواحد واربعين مليون نسمة. اما عن القوى العاملة المتاحة لدى الطرفين فيتفوق الاتحاد الاوروبي من جديد على موسكو. حيث يملك الاتحاد اكثر من مائة وسبعة ملايين فرد. فيما تملك موسكو قرابة التسعة والستين مليون فرد. ومن ناحية الجنود الفعالين تتقارب الارقام بين الطرفين. حيث يملك الاتحاد الاوروبي واحد فاصل خمسة مليون جندي فعال. فيما لدى روسيا اكثر من مليون جندي فعال. اما من ناحية جنود الاحتياط لدى الطرفين فتتفوق من جديد الدول الاوروبية بفارق كبير. حيث يملك الاوروبيون اثنين فاصل ثلاث مليون جندي احتياط. في حين تملك روسيا رقما قريبا منه نوعا ما. فيقدر عدد جنودها الاحتياط بمليوني جندي. وبالرغم من تقارب الارقام في عدة نقاط من حيث القوة البشرية. لكن يبقى التفوق الاكبر للاتحاد الاوروبي. خصوصا في الجنود الفاعلين وعدد السكان الاجمالي. فيما يبقى لدى موسكو امتياز لا تملكه الكثير من الدول كما ذكرنا سابقا وهو القوات شبه العسكرية. والتي هي عبارة عن ميليشيات تدعمها الحكومة للقتال عنها في بعض الاوقات. ويصل عددهم لما يقارب المليون جندي. اما عن ميزانية كل من الطرفين قدرت ميزانية الدول الاوروبية الدفاعية عام الفين وعشرين باكثر من مائتين وسبعين مليار دولار امريكي. اما روسيا فكانت ميزانيتها اقل من ذلك بكثير. حيث قدرت باكثر من اثنين واربعين مليار دولار امريكي. لتكون ميزانية الطرفين من بين الاطخم والاكبر في العالم. القوة الجوية. تملك القوة الجوية الاوروبية مجموعة طائرات بلغ عددها خمسة الاف وثمانمائة واربعة عشر طائرة. في حين تملك روسيا مجموعة طائرات بلغ عددها اربعة الاف ومئة واربعة واربعين طائرة. من بينها طائرات مقاتلة تملك الدول الاوروبية منها الفا ومائتين وثلاثة وتسعين طائرة. وتملك موسكو سبعمائة وتسعة وثمانين طائرة. اما طائرات الهجوم الارضية فتتفوق موسكو بقوة على الاتحاد. حيث تملك دول الاتحاد الاوروبي مائة وخمسة منها. في حين تملك روسيا سبعمائة واثنين واربعين منها. فيما تتفوق الدول الاوروبية على روسيا بطائرات النقل بفارق بسيط. حيث تملك اربعمائة وواحدا وخمسين طائرة وتملك روسيا اربعمائة وتسعة وعشرين طائرة. ومن جهة طائرات التدريب تملك الدول الاوروبية الفا وثلاثمائة طائرة. في حين تملك روسيا اربعمائة وخمسة وتسعين طائرة. اما عن طائرات المهام الخاصة فلدى الدول الاوروبية مائة وتسعة وستون طائرة. فيما تملك موسكو مائة وثلاثين طائرة. ومن ناحية طائرات الهليكوبتر. فيتفوق الاتحاد الاوروبي من جديد باجمالي هذا النوع من الطائرات. حيث تملك الدول الاوروبية الفين وثلاثمائة وتسعة وعشرين طائرة. فيما لدى روسيا الف وخمسمائة واربعون طائرة. ويضاف لذلك طائرات الهليكوبتر الهجومية. حيث لدى دول الاتحاد ثلاثمائة وعشرون طائرة. ولدى روسيا خمسمائة وثمانية وثلاثون طائرة. ومن خلال الارقام يظهر تفوق الاتحاد الاوروبي في اجمالي الطائرات. فيما تتفوق روسيا بانواعها المتميزة والمصنعة محليا. وتأتي على رأسها الطائرات المقاتلة من ترازي ميغ وسوخوي. فيما تعتبر ابرز الطائرات المتواجدة لدى الدول الاوروبية هي طائرات اف ستة عشر الامريكية وطائرات رافال الفرنسية. القوة الارضية. نبدأ بالدبابات القتالية والتي تتفوق فيها موسكو بقوة على الدول الاوروبية. فلدى دول الاتحاد خمسة الاف وواحد وثمانون دبابة. وتملك روسيا ثلاثة عشر الف دبابة. ثانيا المركبات المدرعة. يملك منها الاتحاد الاوروبي اثنين وخمسين الفا وخمسة وثلاثين قطعة. اما الجيش الروسي فلديه سبعة وعشرون الفا ومائة مدرعة. اما عن المدافع ذاتية الدفع فلدى الدول الاوروبية الفان واربعمائة وثلاثة وسبعون مدفعا. ولدى روسيا ستة الاف وخمسمائة واربعون مدفعا. ومن ناحية المدفعية الميدانية فبحوزة الاتحاد الاوروبي الفان وثمانمائة وواحد وعشرون مدفعية. ويملك الجيش الروسي اربعة الاف واربعمائة وخمسة وستون مدفعية. واخيرا قواعد اطلاق الصواريخ. فلدى الدول الاوروبية الف وواحد وستون منظومة بانواع مختلفة. في حين تملك روسيا ثلاثة الاف وثمانمائة وستين منظومة مختلفة. ومن ناحية القوة النووية للطرفين. فتملك الدول الاوروبية ما يقارب ثلاثمائة رأس نووي. في حين تملك روسيا ما يقارب سبعة الاف رأس نووي. ويقال ان تلك الصواريخ لو اطلقت جميعها فهي قادرة على تدمير اوروبا بالكامل. القوة البحرية. لدى الطرفان اسطول بحري من الاقوى في العالم. ويتمتعان باسلحة نوعية ومميزة مثل الغواصات والمدمرات. حيث يملك الاتحاد الاوروبي الفا واربعمائة واربعة واربعين قطعة بحرية. في حين تملك روسيا ستمائة وثلاث قطع بحرية. من بين هذا الاسطول حاملات الطائرات. والتي تملك منها الدول الاوروبية اربع قطع. فيما تملك روسيا واحدة فقط. ومن ناحية الغواصات تتفوق موسكو على كل دول اوروبا. فلدى اوروبا واحد وخمسون غواصة. في حين تملك روسيا اربعة وستين غواصة. اما عن المدمرات المرعبة. فلدى دول اوروبا خمسة عشر قطعة منها. في حين تملك روسيا خمسة عشر واحدة ايضا ليتساوى الطرفان في هذا النوع من السلاح. ومن جهة الفرقاطات فلدى الدول الاوروبية ثمانية وثمانون فرقاطة. فيما تملك روسيا احد عشر فرقاطة. ومن ناحية السفن القتالية تملك الدول الاوروبية ستة وعشرين قطعة. في حين تملك روسيا خمسة وثمانين قطعة. يضاف للاسطول الزوارق الدورية التي لدى الدول الاوروبية اربعمائة وتسعة وسبعون سفينة. ولدى روسيا خمسة وخمسون سفينة. بالاضافة للسفن المضادة للالغام. والتي تملك دول الاتحاد مائة وخمسة واربعين سفينة منها. ولدى موسكو ثمانية واربعون سفينة. وتنتهي بذلك القوة البحرية للطرفين. وبالانتقال الى الخدمات اللوجستية فلدى الدول الاوروبية الفان وستمائة وستة وسبعون مطارا. ولدى روسيا الف ومائتان وثمانية عشر مطارا. اما عن الموانئ والمنافذ البحرية. فلدى الدول الاوروبية مجتمعة مائة وسبعة وخمسون ميناء فيما تملك روسيا ثمانية موانئ فقط. تتفوق دول الاتحاد الاوروبي على موسكو في عدة نقاط. على رأسها القوة البشرية والقوة الجوية. كما ان قوتها البحرية تتراجع بمواجهة قوة اوروبا مجتمعة. يضاف لذلك ان لموسكو حدودا برية طويلة مع دول اوروبا. ما يجعل تحالفهم بمواجهتها امرا صعبا عليها. وقد يكون الانتصار لصالح دول اوروبا بشكل سريع. فيما يبقى لموسكو الخبرة الاكبر والتمرس على القتال في اراضيها خصوصا في ظل التقسي الصعب الذي تشهده وقد لا يمكن لاي جنود العالم تحمله كما حدث بالحرب العالمية الثانية. بالاضافة لقوتها النووية الضاربة جدا. كما يلعب الدعم الامريكي والبريطاني للدول الاوروبية دورا حاسما. ما يجعل روسيا امام قوة بشرية هائلة في حال اندلاع الحرب. فهل تندلع تلك الحرب برأيك? ومن سيقف مع روسيا في حال اندلعت? اذا اعجبك الفيديو اقترح علينا مقارنات جديدة لتشاهدها قريبا. ترجمة نانسي قنقر